السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامجنا مهمات خاصة بعد غياب 3 شهور عدنا في برنامج قوي جدا مهمات خاصة مهمات خاصة برنامج الحمد لله خد نسبة من الشعباء الرهيبة قوي في الوطن العربي النهاردة اول حلقة لينا في قناة الصحة والجمال مبسوطين قوي 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 للنهاردة اول حلقة وحلقة مختلفة وحلقة من العيار السقيل حلقتنا النهاردة بتتكلم عن موضوع مهم قوي طالب في السنة والعام فرح واتبسط وفرقه الشرباط وحاجة سقعة وقاله خلاص هيبه دكتور فرحه بيه وقاله هيبه دكتور جاله طالب تاني هيبه في كله طب طالب تالت في رابع في خامس اتجمعه مجموعة سألوا حد من الاطراف الحج ده سألوه قال له انت ابنك دخل كله الطب ازاي قال له ده سافر دولة معينة هنعرف القصة من اولها لاخرها مع المستشار جمعة السيد اهلا بسيادتك وهنعرف اهلا بيك ده الطلاب اللي هم اتنصب عليهم والحاج اللي هو عرفهم بالطالب اللي هو خدم منهم ساس جمعة يحكي لنا كده بداية اللي حصل في الواقع بداية بسم الله الرحمن الرحيم الاخوة الموجودين النهاردة وناس غيرهم كتير اتعرضوا ووقعوا فريسة لواحد قام بالنصب عليهم او باستعمال الطرق الاحتيالية للوصول الى اموالهم طبقا لنص القانون الناس دول فيهم طلبة جايب 89% جايب 85% جايب 90% وطبعا مش هيلحق كله الطب في مصر هنا ففجأوا باني بس جمعة لحظة كله الطب بتاخد ساعات من 90% 85 جامعة خاصة جامعة خاصة هنا اه تمام اه فلا انا بقوله على الطب العام طب المصري طب المصري بياخد فوق الحكومي 85% 97% فطبعا الطلبة دول فوجؤون الحج بحسنية بقول لهم ان في حد بقوله اولياء امورهم ان في حد معين ممكن يسفرهم روسيا وياخدوا منحة مجانية في روسيا بدون مقابل فهم هيدفعوا مبلغ معين ليه خلاص تمام الراجل طبعا مشكورا خدهم وهم راحا للرجل التاني اللي هو ابنه طالب يعني احنا كده فهمنا الحج كان ابنه مسافر لا مش ابنه مسافر هو كان على علاقة او يعرف الناس دي فراح لهم بحسنية الراجل طبعا قال لهم ده فيه فلان فلاني ابنه مسافر روسيا وممكن يسفركم تمام فطبعا لما راح قولوا قال لهم انا اخد 13 الف دولار 13 الف اه من كل طالب لما عدل حوالي 220 الف دولار اه حوالي 230 230 الف دولار رقم كبير جدا اه فاخد من كل واحد 13 الف دولار مقابل ان هو يروح يدرس منحة مجانية في كلية العلوم الطبية الروسية تمام فلما راحوا هناك الطلبة سافروا فعلا وسافروا على حسابهم طبعا سهل الواحد يسافر سياحة لو معه حساب بنكي معه ما يفيد او ما يؤثله انه يسافر برا فسافروا الطلبة بناء على ايه على كلامه على اساس انه فيه منحات فجأة انه ما فيش ولا منحة دراسية ولا سكن مجاني ولا اي دراسة ولا 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 بالعكس ده كمان ده لازم يدخلوا سنة في كلية علوم او كلية تحضيرية تقريبا اه اه سنة تحضيرية اه علشان ياخدوا اللغة الروسية يدرسوا اللغة الروسية يعني كلام مش هيدلسوا بالانجليزية اه تمام فطبعا لقوا نفسهم ويقعوا فريسة اضطروا طبعا هم يروحوا الجامعة سألوا يدموا لقوا الدراسة كل الرسوم اللي هيدفعوها 1750 دولار مش 13000 دولار يضطروا يكملوا السنة التحضيري هناك ويرجعوا يرجعوا طبعا بنناصب العلني اه اباهم حالتهم المادية مش ميسورة ولا حاجة ده بالعكس ده اللي بايع قطعة ارض اللي بايع شقة اللي بايع عربية علشان يكمل لبنه الفلوس بسافر برا طبعا لما جولي انا كمحيمي كمدير مؤسسة اسمها ارتي ميكس دولية مؤسسة قانونية احنا بناخد شغل طبعا في الدول العربية والدول الاجنبية بنساعب دول مصريين برا يعني اللي هما في مشاكل اللي وقع فريسة الواحد مصاب اللي محبوس ظلم اللي محبوس علامة ديونية فطبعا جولي بناء على اني انا طبعا ليا صفحة عنه باسم ارتي ميكس خافوا بقيت طبعا اني لما درست الموضوع معاهم لقيتهم فعلا اتنصب عليهم فاس جبعة بجد تحدي جميل جدا ومشاء الله عليك يعني الله اكبر من محملين الشطراء من الشطر قوي عم عمر جمال عمر جمال عرفني بنفسك وعرفني ايه القصة وقعت معاك ازاي وبدأت قضية النصب عليك ازاي بسم الله انا اسمه عمر جمال درست خت سنوية عامة جبت تسعة وطعين في المية فطبعا كنتش عارف خش في مصر هنا فحاولت له عن طريق محمد حسن اللي احنا نسافر روسيا بس اتفق على المبلغ اللي هو تعتاشق الفضاء ونسافر هنجز بالانجليش ست سنين والسكن على الجامعة وكل حال نخدتش منه ورق مثلا حاجة تدل اللي انت خدت منه يعني خدت مستعد رسمي بالمبلغ ده لأ ما كانت مستعد رسمي عشان هو كان بيولينا على ثقة احنا كم عرفونا عن طريق عم نشأة عم نشأة يعني هو صاحب بابا وعشرة يعني قديمة والدك شغال ايه؟ والدي محاسب بس فجمعنا المبلغ وخده على فترات بس جبنا الفيزا وسافرنا رحنا لقينا الكلام غير خالص لقيت نفسي مش في موسكو وقمت في معلاء موسكو جامع الحكومية في موسكو في مدينة اسمها أوريول المدينة صغيرة بالنسبة لموسكو ومش زي موسكو مما عدنا رحنا خدنا لاننا في سنة دي السنة تحضرية بدراسة اللغة الروسية وعلى اساس السنة الجاية نخش طب روسي بس فده ما كانش اتفاقنا عدنا السنة قدناها بعديننا جينا على اساس ان احنا نقعد معاه طب قفر انت حولتوله الفلوس بتحولات ولا يدام بياد يدام بياد عشان هو قريب مننا ما هو يدام بياد دي برضو ومعنا السيادة المستشار كانوا اللي احنا مغفلين مزعلش مني ده حقيقة احنا بقى عن طريق يعني في واتساب وفي فيس مزبوط فيهم وفي ريكوردات مزبوط فيهم الحاجات دي طيب ارجع لزياد اهلا بيك طيب قلتلي انت جايب تسعة وتمئين في المية تسعين تسعين في المية السنة والعام مزبوط هكيلي كده عرفت الطالب اللي هو نصب عليكو ازاي هو كان انا بقى مدير مدرسة هو كان طالب عنده في المدرسة ايام السنوية العامة وكده تمام فهو عرفه كان بيخلص جاي يخلص ورقة تابع اخوه اخوه كان دفعتي اصلا فجاي يخلص ورقة تابع اخوه فقال له ايه فقال لابوي انه انا هتصفر ابنك وكده وبتاع للدراسة في روسيا وكده عيدرس طيب كان لسه ما امتحنتش اصلا من تحنات السنوية العامة وقال بس ايه شرط ان هو يكون جاي ب90% طبعا قضيت الفترة في السنوية العامة طبعا كنت اجيبت كان هدف 90 ما كانش لأكتر ولا قال لانها سافر فوقتي ابن الهوى اللي انت كان جايلك كلية صيدلة كلية صيدلة واسنان في مصر مجموعة يجيبها في السنة اللي فاتت لكن بسبب ان هو سافر السنة دي واثرت علي بقيت السنة دي دمرت مستبال السنة دي ما جميع رفعت فأثر علي ما بقاش لها مكاية طبعا امتا فين دلوقت دخلت كلية زراعة حاليا كلية زراعة المبلغين دفعت والطالب ده يبقى دي ايه 13000 دولار 13000 دولار ايه طيب خدت ورق بصلاة امانة في بعض من فلوس اللي احنا اللي هو خدها مننا خدها مننا عن طريق بعتتنا هالو كان هو في روسيا وقالينا عماملكوا الدعوة كده حوالات بردية فأنتم تشرح احنا خدنا عليه حكم اه الحكمة دي حكم الحمس السنة عليه وعلى اخوه وعلى شقيقه وعلى والده وعلى والدته تمام حج نشط هكبرك ايه الحمد لله تماما كل الناس بتقولي تعرفوا على الطالب ده عن طريقك تمام والضحايا دي كلها هو مش واحد او اتنين او تلاتة ده هم بيقولوا اكتر من 500 طالب على حد علمنا طلاب كتير قوي والمشكلة كمان اللي اخوه بيقول زابط في الاكتبال البحرية وناصب برضو على ناس ها بزين نعرف حاج نشط ايه اللي حصل والناس دي وقعت مسيادة ازاي للنصاب اللي حصل يا فندم هو طبعا انا شغال انا ووالده في مزرعة السعودي تمام فطبعا كنت انا الاول كنت بوده من المدارس وبتاع بعربيتي وبتاع بالأجرة هم فطبعا قال لك ايه انت معلش حاج نشط انت ابنك برضو تلصب عليه ايه وانت دفعت ايه دفع ميتين الف جنيه ميتين الف جنيه ميتين الف جنيه كم من حاج نشط طبعا ابنك ماينفعش ان يخش كده ولا كده لازم ندخله ايه طب مزموعة دي في سنة وعين اه تمانين في المية تمانين في المية اه اه طبعا قال لازم ابنك يخش ايه زينا ما تباش خديمنا في ثلاثين سنة اه انت خدم الناس ثلاثين سنة ونجمع الميتين الف جنيه بالعافية اه ونصبوا عليك فيهم ونصبوا عليك فيهم كم لحاج فطبعا قال لك لازم قلت له انا مش حمل للمساري الفلوسي قال لي انت هتدفع الميتين الف جنيه مش هتاه تدفع عجنيه تاني على مدارة ست سنين على مدارة ست سنين تمام فجمع الوقت سافر طبعا راح ما تلقاش ولا منحة ولا الكلام ده خالص تقولت لي عبداله انا ععدته خلاص ععدته هناك اه انت سايبه هناك سايبه هناك وضي يدفع الفلوس اللي هي بقعت له فلوس يسر وانا مش عارف طبعا اتلقى السنة بقى 4,000 دولار هناك طبعا دولارت ما دفعوش حاجة هم وصل بقى اكلم والده قال لي ابنك وصل هناك انا مليش دعوه خدت وصلات امانه عليه لا ما خدش وصلات امانه ولا اي ورق يزبط هو كان بيجي ابنه عشان ما يكونش الكلام مرسل انت خدت عليه ورق يعني مثلا انت اديت مثلا لعمر فلوس مش فيه ورقة مثبتة لعمر اللي هو اخذ منك فلوس لا وكان بيجي ان البيت ياخد الفلوس واخوه اللي هو الزابط كان بيجي ياخد الفلوس من البيت ووالدته ووالده ويجي ياخد الفلوس من البيت من عندي تمام وطبعا ابن خالي الدكتور عمرا برضو كان ساخر اوه الزابط اولا هو طالف كلها البحرية اه قدمية خاصة وقلنا الزابط في امن دولة تمام فطبعا ابن خالي طبعا كان ايه كان قاعد معايا وهو جاني هو محمد حسن ده جاني فبقول له ابن خالي بقول له ان اعاوز احضر الدكتوراه واخد مستشاري قال له اعاوز احضر قال له صفرك طب هتدفع كم قال له هتدفع خمس سالف دولار طبعا قال له ماشا اعاوز الدكتوراه يحضر الدكتوراه هناك فطبعا خدم الفلوس انا اللي اعطته الفلوس سؤال ايه الناس دي عرفتها ازاي والناس التانية اللي انت جبتوهم لي عرفتوهم ازاي الناس دي ما اقول لك كنا شغالين في بعض مزرعة السعود يعني الطالب دي عرفته ازاي لكان معاه والده في المدرسة والده في المدرسة وحضرتك صاحب والده صاحب والده يعني كلكا عارفين بعض بلد واحدة بلد واحدة وهو قدر ينصب على الناس دي وهو كان قاعد في البلد نفس البلد طبعا صاحب دي وصاحب دي بقى صاحب الناس وياخد منها فلوس ما راح انك بقى بقول لي انا ابنك سافر انا ست المستشار انا شايف اللي الواقعة دي او مرة في حياتي اسمع الكلام ده يعني انا اعرف مثلا في واحد نصب على حد بياخد وصل امانة بياخد ورق احترازي لي بمعنى اصح بحصل نفسي الناس دي كانت بتدي فلوس في البيوت او بتدي له دفعات وفي نفس الوقت حضرتك قدرت تجيب الحكم عليه ازاي بداية قضية النصب عامة حددها القانون في المادة 336 من قانون العقوبات وقال ان غالبيتها باستعمال الطرق الاحتيالية باستعمال الطرق الاحتيالية يعني ادخال الغش والإيهام والتبليس على المجن عليه اللي هما يمثل المجن عليه الناس اللي أعلى دي وناس آخرين المفروض انه هو عمل هو علشان ياخد فلوس طبعا كان بيسافر في أوقات معينة لروسيا وهو في روسيا كان فيه بعض الناس منهم عملوله حوالات بنكية وحوالات لولدته والوالده تمام يعني كده في حوالات ممكن نحمسه بيها اه ما هي دي صدر نطلع فاصل ونرجع ليه نطلع فاصل ونرجع لكم بعد قليل ورجعنا لكم بعد الفاصل نخش بقى في الموضوع والحلقة شكلها كده هيبقى فيها حاجات أول مرة أعرفها نرجع لسات المستشار أخبار ما عليك وانت قلت لي معلومات لسه نعرفها دلوقتي منك قبل الفاصل قلت لي ثلاثة ربع الناس دي كلها ما خدوش إصالات أو خدو مستنط قانوني طيب عرفنا بقى احنا خدنا الحكم قد ايه بالزبط الحكم صدر ضد المكتهم الأول والتاني والتالت والرابع اللي هو الشخص اللي هو بيدعي انه هو دكتور طبعا والشخص التاني اللي بيدعي انه هو ضابط ووالده ووالدته الحكم صدر بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ لانه دي قضية نظر طيب كالنص المادة تلتوميسيكا وثلاثين خدنا الحكم ده على أساس رسائل وطس ورسائل فيس على أساس رسائل وطس وعلى رسائل فيس وعلى شهادة الشهود وعلى الحوالات البنكية المرفقة وعلى خطاب جه من روسيا الصدر لمجمع التحرير القسم الكنسولي اللي هو قسم البعثات التعليمية طيب احنا طيب ما خدنا حكم نقول اسمه مش خدنا حكم عليه انا لا استطيع اصرح بأسماء المفتهمين خوفا او خشية من المساءلة القانونية حيث ان الحكم ليس حكما باتا ولا نهائيا الحكم حكم غيابي في غيبة المفتهمين يعني هم قريط لأيام المعارضة اه الذين لم يجدوا بدفاعهم تمام النهاردة هم ارتكبوا هذه الواقعة وما كانش في ايد المجمع عليهم اي مستندات قوية تدعم موقفهم لكن لما جولي احنا فريق عمل في المؤسسة في مؤسسة ارتي ميكس وطرينا غصب عنا ان احنا نفتح تحقيق في القضية قدام نيابة شمال الجيزة وقدام نيابة شمال الجيزة جبنا المجمع عليهم جميعا قالوا اقوالهم وجبنا شهود على هذه الواقعة وجبت حوالتين بنكيتين حوالة صدرة من بنك مصر لبنك فروسيا وحوالة اخرى صدرة لولدة صدرة من احد المجني عليهم لولدة المبتهم اللي هي تعتبر متهمة ربعة في الجنف صدر الحكم فجئنا طبعا باني والدة المبتهم المبتهمين الاول والتاني وزوجة المبتهم التالت اتصلوا علي وطبعا تواصلوا معايا على اساس ان هما ايه عايزين يحلوا هايحلوا يتفعوا الفلوس لا طبعا ده هو حل للهروب من المسئولية ولكن مش هيتفعوا الفلوس فلقيتهم بيتكلموا وقول لا ده احنا ما خدناش لا ده احنا ما عملناش لا احنا ما نصبناش فطبعا كان نكريم موضوع الحوالات نروح للضحية ايه اللي حصل معاك واعرفني بنفسك عمر اشرف عندك كم سنة 19 صدر كنت طالق وجاية بمجموعة دي بسنة وعام سبعة وتمين سبعة وتمين في المية سبعة وتمين ايه اللي حصل معاك وعرفت الشخص ده ازاي تعرفنا على صديق والدي كان يعرف الحج نشأت فقالنا ان فيه طالب هيروح يد صديق والدك حج نشأت يعرف الحج نشأت يعرف الحج نشأت صديق والدك يعرف الحج نشأت تمام وبعدين اه تواصلنا مع نشأت وقابلنا راحنا قبلنا بيت Europe عليه ونعطيق ده تعرفنا على عمل وزياد وولدهم لما رقينا ان في اكتب من شخص وكلهم من بلد واحدة اتطمنا الموضوع الشعيب. فدفعنا الفلوس. دفعت ادي ايه? تلتاشر الف دول. تلتاشر الف? والدك شغال ايه? مهندس. مهندس ايه? مهندس مهندس. مبلغ كبير قوي تلتاشر الف دول. مبلغ كبير فعلا. طب ما فكرتش ليه تخش جامعة مسلا خاصة وتقدر مسلا مش تدفع المبلغ ده كله. اه لا. بص يا افضل او يعني تجبت الصفة كده. سافرت? لا. انا الوحيد فيهم اللي مسارتش. ليه بقى? اه انا كنت تسكيلت الصفة اه جالي تصفيح الصفة متأخر عنه. وعادين. لما عفت اللي حصل معاهم ما مسارتش. بعدين طلبناه بالفلوس بعد ساعتها ما تدرش. طب. لو هتبص للكاميرا دلوقتي وتقول للنصب عليك. هتقول له ايه? حاسبي الله انا اوكيد. بص للكاميرا واللي نصب عليك وضمن مستقبلك وانت دلوقتي حاليا بدل تكون دكتور دخلت كلية زراعة حابب تقول له ايه? اه ان شاء الله غير حاسبي الله انا امل اوكيل فيه بس. وان شاء الله ربنا هيجيب لحق. حاجة نشأت اه تخليت ابنك هناك خلاص. اه. وهو خلاص كده اه رد بقضاء وقدره. وقعد هناك. ايوه. خلاص استقرر هناك هيكمل اربع سنين او ست سنين وهيب دكتور. اه. هبقى اللي وراءه اللي قدام وهيب يا دكتور. ان شاء الله. هبقى اللي قدام كله وراءه. اه. 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 كده سافر ما كده. ولا حصل اي حاجة. لو ما. لو جه. يعني مش هياخد اي حاجة هنا. اه. اه. قصده لو رجع يعني. يعني لو رجع هنا مش هيخدش اي حاجة. ممكن اسألك سؤال بس يعني محرج شوية ما يزعلش. اه. الطلاب دول زنبوهم في القامة مين. في رائبته هو. دمر مستقبلهم في مين. في رائبته هو. ان انا على حال. يعني انت مثل مش 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 مسل يبطي دا او دا او دا. لا انا كنت عاوز اخدم. تخدم. اه. لان راجل واكل معا عيشه ملح اه. تلاتين سنة وخادمه. كان ما بحتاج جنيه اللي اللي عياله اللي بتعليمه دولك. كان بيجيني. كان عاوز الف جنيه يجيني بنص نص الليل. اتصرف له فيه. عشان تعليم عياله دول. اللي ده خش زابط ولا خش دكتور. وعشان هو ياكل. برضو كنت اصرف الفلوس. امش اشغال ايه. مهندس في المزرعة السعودي. ام. وكنت اصرف الفلوس عشان يبعث لابنه. البلد اللي انتوا قاعدين فيها اسمها ايه بالزبط. نكلى. فيه محافظة. نكلى منشية القناطة. تمام. برضو. نقولها صراحة. محدش يصدق حد في الزمن ده. يعني ما يجي لكش طالب مسافر برة. ويعايش برة. يقول لك انا هجيب لك منحة. والمنحة دي. ان شاء الله لو بعشرين الف جنيه مصري. ما تسافرشي. لازم تاخد عليه ورق. لازم تاخد عليه صال امانة. لازم تاخد عليه ورق مثبت. مش كلام مرسل. ما ينفعش يكون طالب مسافر برة. ينزل مصر. يلم طلاب. ويتعرف على كذا حد. يقول لهم انا هجيب لك منح. ويصفرهم. ويطلع الموضوع في الآخر. فانكوش. يطلع الموضوع في الآخر. فانكوش. طلاب دي كلها مستقبلها تدمر. الطالب ده. كان نفسه يبقى دكتور. سافر هناك. وهو بيحكي لي. بيقول له نعيشت اسود ايام حياتي. في طلاب كانت بتغسل الصحون. الطلاب المصري ببهدلت هناك. قالوا هتتعلم بالانجليزي ما تعلموش انجليزي. اتعلموا بالروسي. وخدوا سنة تحضيرية. نصب عليهم لدرجة اللي هو ما دفع لهمش مصاليف الجامعة. نصب عليهم ب13000 درار كل طالب. وما هنش عليه يدفع لالف وسبعمائة وخمسين درار. ما هنش عليه يتفحهم. ما هنش عليه يتفحهم. شفت الجحود وصل لفين? شفت يعني الجحود ما شفتوش على على قلب بشر. انت قلبك حجر. انت حجر يا شيخ. ده انت ده انت ما سبتش يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمهم على قبلهم غشاوة. ليه كده? ليه? حرام. حرام طلاب زي دول يبقى هدوله في الغربة. وفي الاخر ينزلوا بعد سنة. وياه ينزلوا بعد سنة بمرار طافح. حكيلي كده وانت في الغربة. ايه اللي حصل معك? هو كان في العبرة كان الوضع السعب كان ما كانش عدي معنا. كنت انا وامر لوحدنا مع بعض كان هو مجرد انه. للاسف حلقاتنا خلصت. بشكر سيادة المستشار جمعة. وبشكرك يا شباب انتظرونا ان شاء الله يوم الجمعة يوم الاربع القادم بازن المولى عز وجل. الساعة واحدة ان شاء الله في برنامج مهمات خاصة على قناة الصحة والجمال. شكرا. اشتركوا في القناة